تقدم عسكري للجيش الوطني في البيضاء وتراجع لميليشيا الحوثي حيث تمكن الجيش الخميس الماضي من تحرير عدة مناطق مهمة كانت ميليشيا الحوثي تتمركز فيها مصادر محلية قالت ان الجيش سيطر على سوق قانيا ومفرق لغوال في مديرية ردمان بعد معارك عنيفة مع الميليشيا تعد قانيا منطقة استراتيجية مهمة حيث تقع بين محافظتي مأرب والبيضاء واكدت المصادر ان تحرير قانيا مكن قوات الجيش من تحرير جبال الحنكة والعفيرة والهدى وحرر الجيش ايضا كامل جبل الصينية ومفرق العبيدة باذن الله في تقدم وتقدم مستمر لمطاردة هذه الميليشيات واستقصالها من البلاد ان شاء الله وفق المصادر فان الجيش يواصل تقدمه في هضبة يسبل في الوقت الذي يقوم فيه بمحاصرة عناصر الميليشيا في جبل مسعودة وجبل العر كما افشلت قوات الجيش محاولة تتسلل انفذتها الميليشيا في اتجاه جبل الفالق الجيش والامن والقبائل والتحالف طيران التحالف قام بضربات موجعة لهم في يومنا هذا وقبل المواجهات التي شاركت فيها بحسب مصادر عسكرية مقاتلات التحالف العربي اسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية تربط محافظة البيضاء بين ماربة وشبوة وأبيان ولحج والضالع وإب وذمار وتسير المواجهات فيها بدعم من الشرعية حيث شدد الرئيس هادي على ضرورة استكمال العمليات العسكرية في المحافظة وتدور العمليات في ثلاث جبهات قانية والعبدية والفالقة وأدى تلك العمليات إلى استكمال السيطرة العسكرية على طريق حورانا وردمان